أعوذ بالله من الشيطان الواجيب بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشحف والبطر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالباد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لب برصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونأمه فيقول ربي أكرمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْ وَأَلِيهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا كَلَّمًا لَا تُقْرِمُونَ الْيَتِمِ وَلَا تَحَاظُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَلَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفًا صَفًا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَمُنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا جَاءَ يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ